اطلق اكبر مهرجان افلام في اسيا فعالياته مساء الخميس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية بحضور كوكب من النجوم واثار النجمان اليابانيان جو اوداكيري ومايدا اتسوكو البهجة في نفوس المعجبين المحتشدين امام مركز بوسان السينمائي بمناسبة اطلاق الدورة الثامنة عشرة من مهرجان بوسان الدولي للأفلام ومن كبار النجوم الحاضرين عند افتتاح المهرجان المخرج الارلندي الحائز جائزة اسكار نيل جوردن ومواطنه المرشح ست مرات للفوز بجائزة اسكار جيم تشاريدان بالاضافة الى المخرج الصيني جيا زهانجيكي والياباني هيرا كازو كوريدا الذين سيعرض لهما الفيلمان الذين حصدوا جوائز في الدورة الاخيرة لمهرجان نيكان السينمائي اتاتشوفسن ولايكفاذر لايكسون وانضم كووك الى كانج لتقديم الحفل الافتتاحي الباذخ علما انها المرة الاولى التي يكلف ناجم غير كوري بتقديمه ويهدف هذا الحدث الى تسليط الضوء على المواهب الاسيوية الجديدة وهو يعرض 300 فيلم خلال عشرة ايام وسيختتم مهرجان بصان الدولي للافلام فعالياته في الثاني عشر من تشرين الاول اكتوبر مع عرض اولي لفيلم The Dinner لكيم دونغ هيون